طيب الله وقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم الكوشف الصحافة والتي نبدأها كالعدم العنوي من المواقع المحلية ميليشيا الحوثي تداهم حفل زفاف في إب وسبب اسم العريس الفنان التونسي بوشناق الذي غنى أنا اليمني يخاطب اليمنيين أثقوا أنكم ستتجاوزون محنتكم ويطل فجركم من جديد ومن أخبارنا المنوعة قاض تايلاندي يحاول الانتحار هربا من الحكم على أبريع أهلا بكم المعلمون في المناطق الواقعة تحت سلطة الحوثيين يواجهون خيارات صعبة بعد ثلاثة عوام على إيقاف مرتباتهم ما دفع عددا كبيرا منهم للبحث عن عمل بالأجر اليومي أو النزوح أو الالتحاق بجبهات القتال ومنذ الأشهر الأولى لانقطاع مرتباتهم يقول يمن مونتر ظل الألاف من المعلمين ينتظرون حلولا قد تعيد مستحقاتهم المالية التي توفر العيش الكريم لأسرهم وتساعدهم على مزاولة مهنة التدريس يقول معلمون وطلاب أن جودة التعليم لم تعد في قائمة المدرس أو الطالب واستمرار التدريس بعد خمسة عوام من الصراع نابع عن قوة إرادة وتضحيات كبيرة يقوم بها معلمون متطوعون المجلس النرويجي للاجئين قال في تغريدة بصفحته الرسمية على تويتر أنه منذ ما يربو عن ثلاثة عوام يبقى غالبية المعلمين في اليمن بدون رواتب وذلك يؤثر على ما يقارب عشرة ألاف مدرسة ونحو أربعة ملايين طالب يأتي ذلك فيما يحتفل العالم بأوم المعلم في الخامس من أكتوبر كل عام وذلك منذ عام 1994 لالإشادة بدور المعلمين حول العالم ويهدف إلى تعبئة الدعم للتأكيد أن احتياجات الأجيال القادمة سيوفرها المعلمون بكفاءة في أكثر من مئة بلد يحتفل بيوم المعلم العالمي وفي آخر شهر سبتمبر الماضي قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف إن النزاع والقفز في اليمن سيحرمان مليوني طفل من الذهاب إلى المدرسة هذا العام هل كنت تتصور أن تعاقب يوما بسبب لقبك فقط؟ هذا ما حدث بالفعل للمواطن غمدان محمد حسن النخلاني حيث وبحسب موقع المصدر أونلاين اقتحم قيادي في ميليشي الحوثي مخيما لعرس أحد المهمشين بمحافظة إب على خلفية لقبها المرتبط بالمنطقة التي يعيش فيها القيادي الذي يدعى أبو منتظر اقتحم عرس الشا في مدرية السياني جنوب إب وبعد وشاية من أحد المواطنين والسبب اعتراضه على انتساب العريس الذي ينتمي للفئة المهمشة إلى لقب النخلاني وهي المنطقة التي يعيش فيها وبحسب المصدر فإن الحوثي قام بتمزيق لافتات وتهاني العريس الشا في مخيم العرس وأشهر السلاح في وجوه الحاضرين مر اليوم العالمي للمعلم والمعلمون اليمنيون بلا رواتب وبلا تقدير وكل يوم يمر عليهم ليحسسهم بالندم على ما آل إليه حالهم مع ذلك ليس هناك من يستطيع نسيان ما قام به المعلمون في حياتنا نطالع جزءا مما كتبه جهاد المنسي الأردني عن دور المعلم في حياتي واحد من أبرز رواد هذا العصر وقال في مقال نشرته صحيفة الغد يقول الأديب والفيلسوف الفرنسي آلبر كامو الفائز بجائزة نوبل للآداب العام عام 1957 عن كتابه الغريب فكرت بالشخص الذي يجب أن أشكره بعد والدتي فقررت أن أبعث رسالة لمعلمي في المرحلة الابدائية فكتب كامو رسالة الشكر والعرفان هذه لمعلمه لويس جيرمين والذي اهتم به ورعاه في طفولته ووجهه على الطريق الذي قاده في نهاية المطاف لأن يصبح كاتبا ذات سيط واحترام عالمي وصولا للفوز بجائزة نوبل للآداب جاء في رسالة آلبر كامو عزيزي سيد جيرمين سمحت لشعور الغامر أن يهدأ قبل أن أحدثك من صميم قلبي فلقد نلت شرفا عظيما جدا شرفا لم أبتغيه ولم أطمح له لكنني عندما علمت بخبر فوزي بالجائزة أول ما خطر على ذهني بعد والدتي هو أنت فلولاك ولولا هذه اليد العطوف التي مددتها لذلك الطفل المسكين الذي كنته ولولا تعالمك ولولا وجودك كقدوة لم يكن كل هذا ليحدث لا أحصل على شرف عظيم كهذا دائما لكنني أريد أن أستغل هذه الفرصة الآن لأعبر عن مكانتك لديه سابقا وحاليا وأؤكد لك أن جهودك وعملك وتفانيك ما يزال يعيش في أحد تلاميذك الصغار الذين وبرغم كل هذه السنين لم يتوقفوا عن كونهم تلاميذك المدينين لك أعانقك بكل قلبي آلبر كامو هكذا خاطب الأديب والفيلسوف كامو معلمه في المرحلة الابتدائية فرغم السنين التي مرت لم يغب عن باله معلمه واستذكره عندما عالم بفوزه بجائزة نوبل للأداب وكتب له ما جال في نفسه واستذكر دوره الذي قدمه منذ صغاره الفنان التونسي الذي غنى لليمنيين في وقت نسيهم العالم يتحدث للمرة الأولى لموقع يمني وعنون موقع أنسا في صفحته الرئيسية أنا اليمني هذا البيت بيتي منذ مرحلتي السبعينيات وثمانينيات من القرى الماضي شهدت الأغنية الوطنية اليمنية ركودا واضحا إذ تعود أهم الأغاني الوطنية لجيل الفناني الكبار والإنتاج الفني الذي مضى عليه قرابة نصف قرن وعندما أطل المطرب العربي التونسي لطفي بوشناق بأغنيته كان اليمن قد دخل أخطر ملحرة مرحلة في تاريخه منذ انقلاب الحوثيين على السلطة في الحادي والعشرين من سبتمبر 2014 لتصبح أغنية أنا اليمني يا وجع اليماني الأغنية الأكثر ارتباطا بوجدان الشعب اليمني يقول الفنان التونسي للبوابة اليمنية للصحافة الإنسانية أنسم أنا اليمني ليست مجرد أغنية أنتجتها من أجل الشعب اليمني الذي أحبه بل هي ابتهال صادق مني لهم وأثق أن اليمن سيتجاوز محنته ويطل فجره من جديد وخلال مسيرته الفنية لم يكتفي بوشناق بغناء اللون الذي خطه لنفسه وألحانه إلا أنه أيضا خاض تجربة مع الأغنية والألحان اليمنية لليمن فن مميز ومختلف وإن لم أكن مخطئا فاليمن هو مصدر الإيقاعات التي نعرفها وأضاف لأنسم علاقة باليمنيين أو الفنانين اليمنيين جيدة وكان تربطني صداقة قوية مع الفنان أبو بكر سالم رحمه الله أبو بكر حبيبي وعشيري وهو من أعظم الفنانين الذين عرفتهم الساحة الفنية العربية بعد الآداء البطولي لمنتخبنا الوطني للناشئين وتأهلهم لنهائيات بطولة كأس آسيا تتواصل الردود الإيجابية من مختلف اليمنيين كان آخرها وبحسب المشاهد نت استقبال مدينة مأرب لناشئي المنتخب اليمني لكرة القدم بعد عودتهم من التصفيات الآسيوية ليس هذا فحسب فقد زينت شوارع مدينة مأرب بلفتات ترحيبية وصور المنتخب الذي وصل إلى المدينة قادما من السعودية وقيم مهرجان احتفالي بالمناسبة وسط حضور شعبي ورسمي كبير وفي النهاية المهرجان كرم محافظ محافظة مأرب سلطان العرادة بحتة منتخب الناشئين لكرة القدم بدروع وشهائد تقديرية مشيدا بالمستوى الكبير الذي حققه المنتخب في تصفيات البطولة وكان منتخب الناشئين خاض ثلاث مباريات في تصفيات تمهيدية بالدوحة مكنته من التأهل إلى نهايات كأس آسيا المقرر إقامتها في مملكة البحرين العام القادم الوجود الأمريكي المقيم في الشرق الأوسط بالكاد تغيرت البصمة العسكرية الأمريكية في عهد ترامب دانيال بن يمين ومايكل وحيد حنة كتبا مقالهما المنشور في صحيفة فورين إفريز وجاء في المقع بعد الغزو العراقي للكويت في العام 1990 ومات له من حرب الخليج بدأت الولايات المتحدة في إرساء جذور لها في منطقة تستطيع بعد سقوط الاتحاد السفويتي أن تهيمن عليها بلا منافس وقد وفرت تلك البنية التحتية في وقت لاحق القاعدة والدعم لما تحول إلى حرب العراق والحرب على الإرهاب سيئة التقدير التي أطلقها الرئيس جورج دابليو بوش ولا ينبغي لهذا الموقف أن يستمر إلى ما لا نهاية استكشف خبراء الدفاع مثل ميليسيا دالتون ومارا كارلين خطوات تدريجية بين الإبقاء على الوضع الراهن بشكل دائم والمغادرة المزعزعة للاستقرار وطورت كارلين هذه الأطروحة في مقالة نشرت في مجلة الشؤون الخارجية فورين أفريز مع تمارا كوفمان ويتيس محذرتين عن حق من أن إعادة التوازن من الاستثمارات العسكرية إلى الاستثمارات الدبلوماسية لا يمكن أن تكون بديلا عن اتخاذ خيارات صعبة وتحديد أهداف أكثر واقعية ويمكن للإدارة القادمة وينبغي عليها أن تدرس بعناية ما هو مطلوب فعلا لمحاربة الإرهاب الجهادي وردع إيران واحتوائها والاستعداد لمختلف الأوضاع الطارئة في المنطقة في الوقت نفسه سوف تحتاج الإدارة الجديدة إلى التركيز على إعادة بناء القدرات الدبلوماسية والإنمائية التي فقدت في السنوات الأخيرة وفي حين يظل من المؤكد أن الولايات المتحدة لن تغادر الشرق الأوسط في أي وقت قريب فقد تطور وجودها بصورة غير متناسبة ولا متوازنة حيث أصبح مسيسا ومشخصنا ومعسكرا على حساب القوة المدنية ويكمن الخطر في أن تتوصل إدارة مستقبلية إلى بدائل مهمة لنزعة العسكرية والانتحاب فقط لتجد الخزانة عارية وسوف ترث وضعا إقليميا حيث تكون قدوما الولايات المتحدة واحدة في الماضي والأخرى خارج الباب الأوبئة تشق طريقها إلى المزيد من الضحايا هذه المرة تنتشر في عدن حيث قال الموقع بوست عن انتشار واسع للحميات والأوبئة التي تتخذ من المياه الراكدة بيئة خصبة للبعوض الناقل للأمراض مصادر طبية غير رسمية أفادت للموقع بوست عن تسجيل المشافي لعشرات الحالات وبشكل يومي مصابة بحم الضنك والملاريا وغيرها من الأوبئة التي تنتشر بسبب البعوض والمياه الراكدة ومياه الصرف الصحي وإشارة المصادر إلى أن تلك الأوبئة تنتشر بشكل كبير في عموم مدريات العاصمة المؤقتة عدن خصوصاً الأحياء المزدحمة وذلك منذ نحو ثلاثة أسابيع أوضحت أن انتشار هذه الأوبئة لم يقابل بأي إجراءات للحد منها في ظل غياب الحكومة وسيطرة ميليشيا الانتقالي المدعومة إماراتياً والتي لم تبدأ أي مسؤولية تجاه حياة المواطنين إلى ذلك تنتشر مياه الصرف الصحي في العاصمة المؤقتة عدن فضلاً عن بقاء مياه الأمطار محتقنة في الشوارع لأيام عدة وهو ما يجعلها مصدراً للأوبئة فيما لم تصدر الجهات الطبية في عدن أي بيانات رسمية أو إحصاءات بعدد المصابين قاضٍ في تايلاند أطلق النار على نفسه بعد أن طلب منه رؤساءه تغيير أحكام قضائية أصدرها وعنون الصحيفة الشرق الأوسط قاضٍ تايلاندي يحاول الانتحار داخل محكمةٍ بسبب ضغوطٍ لتغيير أحكام قالت الصحيفة إن القاضي أطلق النار على نفسه في إحدى المحاكم في تايلاند بعد تعرضه للضغوط بهدف الحكم على عدة متهمين بأنهم مذنبون على الرغم من عدم وجود أدلة كافية ضدهم زعم بيانٌ منسوب إليه وزع على الانترنت أن رؤساءه حاولوا إجباره على تغيير الأحكام واعتبار الأشخاص مذنبين وكان من الممكن أن يحكم على ثلاثة من الرجال بالموت وإرسال الثنين إلى السجن وقال البيان أن الأدلة لم تؤيد الحكم على المتهمين بارتكابها من الجرائم المزعومة إليهم وقال القاضي إن الاعترافات التي تم الحصول عليها من المتهمين جاءت في ظروف اعتقال قاسية لم تكن أدلة مقنعة ويروي أيضا قضية سابقة ويزعم أنه تعرض فيها للضغوط لتخفيف العقوبات ضد ثلاثة جنود متورطين في قتل مدني بحجة أنهم يقومون بواجباتهم الحكومية واحتج القاضي على كيفية معاملة القضاء للمبتدئين بطريقة غير عادلة حيث أكد أن الكثيرين أجبروا على العمل لساعات إضافية لكتابة الأحكام ومنعوا من تولي وظيفة ثانية لكسب أموال إضافية الصين ميلاد نظام عالمي جديد تحت هذا العنوان كتب مأمون فندي مقاله المشهور في أشياء الأوسط تمثل معركة هونغ كونغ واحدة من أهم معارك التخوم في عالمين المعاصر معركة حدود الليبرالية والديمقراطية من ناحية مع حدود ديكتاتورية تنمية الصينية المبنية على شرعية الإنجاز وواضح في هذه المعركة أن العالم الغربي الذي يرى في نفسه منارة للديمقراطية فشل في الوقوف إلى جانب هونغ كونغ وفشل أيضا في التعبير عن موقف رافض للتدخل الصيني العنيف في هونغ كونغ فهل هذا ناتج عن قوة الصين البازغة كقوة واحدة في العالم وبديل للولايات المتحدة أم هذا الفشل هو نتيجة موجة عدم الاستقرار التي تجداح الديمقراطيات الكبرى فهل عدم الاستقرار سبب أم نتيجة لتلك المواجهة الشرسة بين الصين والعالم الغربي وهل بروز الصين كقوة واحدة محتملة هو نتيجة لنجاح التجربة التنموية الصينية أم أنه نتيجة لضعف الديمقراطيات الغربية الكبرى أم أنها لحظة أفول رأسمالية والتجلياتها السياسية المتمثلة في الديمقراطية الليبرالية أي أن كانت الأسباب فواضح للعيان أننا أمام قرن أسيوي بامتياز بمعنى اجتمال الصين والهند واليابان وكوريا كجزء من الثقل العالمي المجتمع أو أننا في العصر الصيني الصين اليوم موجودة بقوة في عالمنا النامي من خلال شركة النفط الصينية سنواك التي توغلت في أفريقيا أو الوجود الصيني المباشر في سوريا من خلال قوات على الأرض ومستشارين عسكريين إضافة إلى بروز الصين في كثير من البلدان العربية وأهمها دول الخليج العربي إن كفاء الديمقراطيات الغربية على نفسها نتيجة اضطراب أوضاعها الداخلية أمريكا وفرنسا وبريطانيا ساهم بشكل مباشر في تزايد قوة الصين ونفوذها الدولي ولكن الأساس في بزوغ الصين كقوة عالمية يتمثل في نجاح التجربة التلموية الصينية والتي تقترب من حالة المعجزة الاقتصادية العالم اليوم لا بد أن يجهز نفسه إلى القرن الصيني وإن كنت ممن يفضلون مسك العصى من المنتصف فقل إنه القرن الأسيوي طالب عضواني بمجلس الشيوخ عن ولاية فلوريدا الأمريكية تفسيرا من الوكالة الفيدرالية لتشجيع الفنون بشأن دفع مبلغ خمسة وأربعين ألف دولار لمتحف فني يعرض لوحة للزعيم الثوري تشي جيفارا فمن هو الثوري الذي يكرهه الأمريكيون وعنونت شبكة البي بي سي حكاية تشي جيفارا من الطب إلى الثورة ولد أرنستو جيفارا ديلا سيرنيا في الثاني عشر من يونيو عام الف وتسعمائة وثمانية وعشرين لأسرة أرجنتينية أرستقراطية ولم يكمل دراسة الطب ليقود أشهر حروب عصابات ثورية في القارة الأمريكية الجنوبية حقق مع رفيقه فاديل كاسترو انتصارا كبيرا في كوبا بنهاية الخمسينيات لكنه لم يتحمس لمنصبه الوزاري في حكومة الثورة الكوبية وقرر مواصلة الكفاح المسلح في بقية الدول القارة حاول جيفارا عولمة نضاله الذي بدأه في المكسيك بمشاركته في ثورة الكونغو ولما فشل عاد إلى بوليفيا في الثامن من أكتوبر تشرين الأول عام 1967 أصيب جيفارا بينما كان يقاتل في بوليفيا وتمكنت فرقة مدربة على يد القوات الأمريكية من أسره وإعدامه في اليوم التالي عن آخر لحظات حياته قبل إعدامه يقول عميل المخابرات الأمريكية المحلي فيليكس رودريغيز أو رودريغيز في مقابلة مع قسم أمريكا اللاتينية في البي بي سي عندما دخلت كان تشيكيفارا على الأرض مقيد اليدين والأرجل قلت له تشيكيفارا أتيت لأتحدث إليك فنظر إلي من الأرض بكل صلف وقال لا أحد يستجوبني فقال له أيها القائد لست هنا لأستجوبك ربما تفكيرنا مختلف لكنني معجب بك وأنت هنا لأنك تعتقد في مثاليتك وتلك المثاليات خاطئة في نظري إنما أتيت لأتحدث إليك بعد ستة أشهر من خطأ بشأن سترات الفضائية أدى إلى إلغاء رحلة فضائية أعلنت ناسا أن رائدتي فضاء تتواجدان بالمحطة الدولية ستقوبان بالسير في الفضاء في وقت لاحق من هذا الشهر الرائدتان كريسيانا كوتشين وزميلتها التي وصلت مؤخرا جيسكيكا مير سيسران في الفضاء أو سيسيران في الفضاء في يوم الحادي والعشرين من أكتوبر تشرين الأول لتركيب بطاريات جديدة وعنون موقع أخبار الآن أول مهمة نسائية بالكامل للسير في الفضاء تنطلق هذا الشهر وفي مارس الماضي كانت كوتش ستخرج للسير في الفضاء برفقة رائدة الفضاء آلين ماكلين التي عادت منذ ذلك الحين إلى الأرض وذكرت وكالة ناسا أنذاك أن عدم توفر بدلة الفضاء هو السبب في إلغاء المهمة لذا يتعين على ناسا إلغاء الخطة بسبب عدم موجود وقت كاف لتجهيز فضاء ثاني متوسط المقاس وعندما سئلت عن توفر بدلة الفضاء هذه المرة قالت كوتش إنه يوجد حاليا بدلتان فضائيتان بحجم التوسط وبعد أن تم تغيير الخطة الأولى للإناث قامت كوتشين بتطوير بدلة الفضاء الثاني لنفسها باستخدام ما كان متاحا على متن المركبة يقول البعض أن مسار العدالة يتسم بالبطء في إيطاليا لكن العثور على دراجة نارية بعد مرور 28 عاما على سرقتها يبدو مبالغا فيه ويعانون موقع عاجل في صفحتها الرئيسية الشرطة الإيطالية تستعيد دراجة نارية بعد 28 سنة من سرقتها وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية أنسى أن قوات الدرك الوطني الإيطالية في مقاطعة فيرارة جنوبية البندقية استعادت دراجة نارية فيسبا بيغو والتي تمت سرقتها من مراهق في عام 1991 وواجه رجل أعمال يبلغ من العمر 44 عاما تقريبا في نفس عمر الضحية اتهاما بتلقي بضايع مسروقة وعثرت الشرطة على الدراجة نارية التي تمت إعادة صيانتها بالكامل عندما حاول رجل تسجيل المركبة التي اشتراها لابنه البالغ من العمر 16 عاما وقاد التحقيق إلى ضبط محركين لدراجات نارية يعتقد أنهما جازان من مركبتين مسروقتين في نابولي في عامي 1995-1999 مجموعة منصورة متنوعة من مختلف أنحاء العالم وفق عدسة مصوري صحيفة القاردين البريطانية مجموعة من صحيفة القاردين البريطانية مجموعة منصورة متنوعة من صحيفة القاردين البريطانية يظل الكاريكاتير فنا ينافس الكلمة والصورة فيختصر العبارات برسبة واحدة نتابع جزءا من تلك المنافسة بهذه الرسومة الكاريكاتيرية نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كوشك الصحافة نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء